سريلانكا لا زال تجتر مخلفات عيد الفصح من تحت الأنقاض ثمانية تفجيرات ما يزال صداها مستمرا في حصد أرواح السريلانكيين الشرطة السريلانكية لا تتوال عن تفكيك العبوات الناسفة المدسوسة ومطردة مرتكبي الهجمات في وقت تلقي فيه الحكومة باللوم على جماعة متطرفة محلية غير معروفة تسمى جماعة التوحيد الوطنية تقول أنها ضالعة في هذا الهجوم على الرغم من عدم إعلانها عن مسؤوليتها في ارتكابه إنها جماعة متطرفة محلية لكن لا نعلم إذا كان لها خلايا خارج البلد السريلانكيون لا يزالون تحت صدمة الفاجعة يهجون عيد فصح انقلب إلى مأتم دامي معظم الهالكين من سريلانكا وبينهم عشرات المسيحيين الأجانب الذين قضوا على كراسي الكنائس فيما لزال بعضهم مجهول الهوية في المشرحات الطبية بالبلاد حسب ما أعلنته وزارة الشؤون الخارجية السريلانكية قادة العالم سارع في تقديم التعازي إلى سريلانكا أيضا العديد من المعالم الدورية البارزة أضاءت جدرانها بألوان العالم السريلانكي فيما قدمت بريطانيا وأمريكا تعازيهما وعبرت عن حنقهما من أعمال العنف التي طالت كنائس وفنادق البلاد ومن جهته ندد باب الفاتيكان بهذه الهجمات التي اعتبرها غير إنسانية أتمنى أن يدين الجميع هذه الأعمال الإرهابية اللا إنسانية وغير المبررة حالة الطوارئ تعم سريلانكا في وقت تفرض فيه الحكومة حضرة تجوال وتضع السريلانكيين للالتزام بالهدوء إلى حين انتهاء التحقيق في ملابسات هذا الحادث